ولازم نقول المريض ان احنا بناخد العلاج طب العلاج ده بيخفف كل مية مريض 40 بيرتاحوا و60 ما بيرتاحوش ده العلاج اللي هو علاج التهاب الأعصاب اللي مرتاحش بنعمله حقن وجزور الأعصاب نسبة نجاحه 70% كل مية مريض بنعمله حق فيه 70 بيرتاحوا و30 ما بيرتاحوش اللي مرتاحش بنعمله تردد حراري او بنعمل الحقن مع التردد حسب قرار المريض وليس الطبيب المريض وليس الطبيب تمام ونبتدي ان احنا نعمل اتنين مع بعض او نعمل التردد بعد الحق ان نسبة النجاح بتبقى تسعين في المية يعني كل ميت مريض في تسعين بيرتاحوا بعد شهرين وعشرة ما بيرتاحوش بعد شهرين الراحة بتاعتهم بقى بتيجي مع الوقت مع الاربع شهور خمس شهور ست شهور تمام مش بيبقى فشل يعني بهذا الشكل يبقى نتمنى ان احنا نكون وضحنا قصة الغضروف تمام كده بموضوع بسيط لو اطفال صغيرين ممكن يفهموا بي